لبنات اجبت لكم واحد للمولة الوصفة الخطيرة في ازالة شعر الزائد نهائيا وللأبد وغير بمكوينة اقتصادية والمكوين الاساسي دينا هو العسل السكار ايه لبنات بالعسل السكار اللي يعمل غاي خمسة ديال درام كنت اخذ بوطة ديال العسل دمياد ريال فتخلصي ان شاء الله من شعر الزائد وما زالي شتلك الخير ديال العسل اللي يبقى عندك تستخدمي في عدة وصفات اخرين نتمنى هاد لغو سيتعجبكم نتمنى نهاتنا لردا ديالكم كما كتلاحظو خليت لكم دي فيديو مسغرين نتائج مشاء الله المدهلة لهاد الوصفة الربانية المعجزة للقضاء على الشعر الزائد يعني سواء كان في الدوفي ولا فوق الشفيف كما كان قلو سواء كان في منطقة العانة تحت الابطين رجلين ساقين يعني اي منطقة فيها شعر زائد فغادي ادخلت لي منها نهائيا وللأبد بإذن الله وكما كان نجيك نبرعك بالهميزات حتى انت ياما غا تخسري التاشي حاجة لها شجعتيني باللايك غير بالعكس عادي تزيدي تافونسي بيالقدام باش نزيد نجيب لك المزيد من الهميزات والمزيد من الوصفات الطبيعية ان شاء الله فمرحبا بكم كاملين وكملات وما تنسوناش من اللايك ديالكم فجروا لبنات هاد الفيديو باللايكات واشتركوا في القناة شنو كاد تسناوا بالنسبة من الناس اللي ما زالين ما مشتركينش لعائلة ما شاء الله ما شاء الله ستزيد يوم على يوم بكم وبليزابونيديا ولكم فشكرا لكم فكما قلنا شتركي راه دائما كل جديد دائما كل الهميزات ما شاء الله كان نخدم طول اليوم على ودكم وعلى قبلكم باش يجيكم الجديد فلعشية وفيعني يجيكم من هكدا يضيغو ستزويني مختلفين الحمد لله ما كان بقاوش غير حاجة وحدة كننوعه على حسب الاضواق ديالكم وعلى حسب الاقتراحات ديالكم يعني هاد الشي كيبقارة جعلكم انتم ما شنو كتبغيوا تتفرجو شنو كتبغيوا تشاهدو فمرحبا بكم كما قلنا ومرحبا بتاع التعليقات الاقتراحات الاستفسارات كذلك الوصفات ديالكم إلا كنتم جربين حاجة فعلا كانت ايفيكاس كانت زوينة كانت فيها مصداقية فمرحبا بأي وصفة جربتوها على الرسول عين حتى أنا ينجربها وان شاء الله بدوري نجربها وان شاء الله بدوري نجربها وإلى عجبتني وانات الاستحسان ديالي غادي نجي نشاركه ولان نجي نفقتجيها معكم في القناة من بدون ايطال عليكم وانا شو باش نتعرفوا على مكوينة هاد الوصفة لانو هاد الغوست ماشي غير كتزول وانما كتزول وكتمنع بتدان من اليوم وودي عليك حاجة اسميسها الشفرة حاجة اسميسها السيغ حاجة اسميسها الحلاوة لانو بزاف البنات الخصوص المراهقات كنشوفهم في الحمام العام بكي يعتمدوا على الشفرة بشكل كبير بزاف والشفرة رأي البنات كتسبب سواد وكتسبب تسبب بغات كما تلاحظون الناس اللي كديروا الشفرة هما عارفين هذه المسألة غا تلقاو إلا قلبتوا الإبدا ديالكم غا تلقاوه كله أسود كله كحل كحل بذيك الشفرة اللي يكديروا لانو كثرة ما كديري الشفرة كل سيمانة ولا كل شهر كيبدو يعني كما تنقوله السميرار والتسببغات كيبدو يلسقوا يرسخوا تماليكم في الإبداين ديالكم ومس صعب تزولي يعني كما تنقوله سميرار أو تسببغات في الإبدا إلا لا كانت يوصف فعلا قوية والحمد لله رأي نقدمه من خلال القناة عدة وصفات بخصوص هذا المجال هذا ولكن تباش تفاديقاء أنك يكون الإبدا ديالك أسود وتمشيت عالجيه بوصفات من الأحسن استخدمي الوصفات الطبيعية اللي كيكونوا عبارة عن كريمات راك نقدم لكم ما شاء الله عدة وصفات في القناة لإزالة شعر الزائد ممكن تبحتوا في القناة غتلقوا عدة هكذا ديالك أسود زوينين في المستوى والحمد لله اقتصاديين وبصد فكما قلناك ينفزف ديال الوصفات لإزالة شعر الزائد اللي كيزولوا الشعر وكيمنعوا أنا كنصوبهم على شكل كريم في حال مثلا الكريم اللي كاتمشي تاخديه بعشرين درهم ولا بخمسة وعشرين درهم مغربية كيكون كل مواد كيماوية واصطناعية إنفو كديري في خمسة دقائق كيزول الشعر الزائد ما عرفتوني عليش كنهدر فهذاك الكريم اللي بنات كل مواد خطيرة يلفت فيها خمسة دقائق كي تقبل كلابو هذا المسألة را يعرفوها الناس اللي كيجربوه بزات زايد انه كيرجع لك وجهك في حرق الشمس في ليتاش يعني كل نوع مشاكل فحناي كنصوب كريم اقتصادي من صنع الويدات ديالك وغير بمكونات اقتصادية كتكون فعالة من خلال إزالة الشعر الزائد وفي نفس الوقت قوية وزوينة وبسيطة ورخيصة فالمهم دكش عليش كتقل بوراكين في القناة زيليو ديالكم ليهي قناة إلهام شانيل نحب الجميع وما تنسوش باقتاجي هذا الفيديو في مواقع توصل للشماية الشخصية ديالكم ولا فليكو بواتساب ولا كذلك فيسبوك ليس عام الفائدة للجميع ويلا معي باش نتعرفوا على مكونات المصفى والطريقة ديالتحضير والطريقة ديالتحضير والطريقة ديالتحضير والاستعمال كذلك فأول مكوين لبنات غالي نحتاجه ان شاء الله العسل كما قلنا غالي العسل ديالسكر هنا رعندي بواتة كبيرة بخدي سبعشرة درامي يعني الحجم الكبير هذا البنات هذا دير عشرة ديالدراهم بالنسبة الثاني مكوين غا تحتاجي معي هنية الترمس وحد المعي القام عند العطار اخودي غدري هم لجوج درامرا كين الباودر كين ترمس باودر و كين ترمس بودر ممكن جيبه وتكلفي بتحديلو لكين كياخوض الوقت صراحة في حالو في حال الحمص كيبغي يتغرب ليه وتسحقي باش تكون البودرة ديالو ناعمة سينو غا تجيك حرش فلابو يعني من الاحسن خوديه باودر مع عند العطار كما سنقول لكم را كنبغتاجي معكم الاسرار كما هي كما كنبغتاجيه مع نفسي ومع صديقاتي مع عائلتي ومع الناس اللي كنعرف كذلك كنبغتاجيهم معكم ثماني كما هما اكتر كنجيكم بيهم بالنسبة الثالث مكوين معنا الدقيق الابيض او لدقيق الخبز ولدقيق فانينة كما كنقولو تحتاجي معي ان شاء الله منه كمية وغادي تحتاجي معي كمية من الكركم او لا من الخركم البلدي الكركم ماشي غير كي يزول ماشي غير كي يمنع وانما كيبيض ويعالج التسبوغات وليزي كاتخيز مويم كل شي كل شي لبناس انتم معارفين فوائد الكركم وغا تحتاجي معي واحد نصف حمضة مبثورة شوية على شغي باش تبيدي المنطقي لعندكم هكدا سميرار او تسبوغات انا قريت اهمكم بالنسبة للبناس اللي كيقولوا اللي يفتعال يقرأ دنحت بعد دليت خاص ولا هكدا يا حروق شامس ولا المويم ففي كل تلك الحالتين نعالج كل شي بوصفة واحدة مهم دوم المقادر وعلى بركة الله ندزول طريقة التحضير فاول حاجة اللي بناس غا تاخدي معي معلقة ديال دقيق البيض والكيميانة كتبقى على حسب وكمية ديال الترمس ولكن الكيميانة كما قلنا كتبقى على حسب المناطق اللي غا تزولي من الشعر الزايد مثلا الى عندك العانة عندك الابطين عندك الساقين اكيد هاد الكيميانة ما غا تكفيك شهيني حاجة واضحة وبينا خصك تضاع في المقادر عواد معلقة من كل حاجة ضيف جوج معلقة تلاتة معلقة من كل حاجة ده غا تنضيفوا كيميانة من الكركم او لا الخركم البلدي وغا تنضيفوا كيميانة من الحامض كما قلت لكم او لا خرق وراء انا قطيت لانه اغلبية اللي بناتك يقولوا لي راه الحامض كي سبب لنا حساسية تكشي عليش موشن كتر منو بالنسبة لكركم البنات اخودي اه تري يعني سري عند العطار قولي عبر لي كميات ديال كوركم يعني تري وخا غا ميد ريال وعشرات دران مو يمضكش اللي بغيتي ويطحنها لك فاش كالطحن راك تكون فعالة وقوية وزوينة اما إلا كانت كالكركم مشي تري يعني كان يعني جبتيها كما عند العطار واجد يعني كان مطحون فهذاك البنات ما كيكونش زوين قاع نهائيا باش انا كي تزولي الشعر الزايد حتى انه الفعالية دياله ما كتكون ش قوية كتكون ناقصة وبارد يعني الفعالية دياله كتكون مشاسة مهم ده بغا تاخدي معايا العسل لانه هو المكون باش غادي نخلطو غادي نضيف جوج معالقة الفلاثة نضيف جوجه العسل ديال السكار انا كنعودها لبنات عندكم شو تديروا العسل الحر عسل الحر كي تدرغي اللوجه مش تعال جيبيه تجاعده اما في حال هاد الوصفة لإزالة شعر الزايد كلهم كيتخدموا بالعسل ديال السكار احتمتها للناس كيدروا لاسياء كيخدموا بالعسل ديال السكار او لبساني دو كيخرجوا منها العسل السكار يعني ما كيديروش العسل الحر قاع مو من ندب اغنسي هذه الضقاق البيض كما إذن أكركم هذا الكيمياء ره قليل سيخبرك مثلا الرقم الإطار لتزولي الشعر في الابطين اما العانوها دخس كمية كثيرة شوية هذا هو الشكل الوصفة ثم تطبقها على أي منطقة شعر زائد على بركة الله ليست سائلة لا تدخل كمية كثيرة خلصة الوصفة تغذرها الكوكدية تبع معايا لبنات الخطوات لأنها تزول لبنات الشعر الزائد منذ أول استخدام يجرمناها ولكن هكذا نزول بشعر الزائد فتبعوا معايا لبنات الخطوات نحاول التفاصيل المهمة في نهاية الفيديو فهانتوما وندرتها غير هنا في كين الشعر اما هنا لا يوجد بطبيعة الحال فبعد ما كنت نشوف البنات بعد الوقت جالجافاف دياله هو 20 دقيقة الى مفوق يعني كتبي الخاطر كما كنقوله دائما اي وصفة طبيعية كتبي الخاطر لانها ماشي كيموية ماشي في رمشة عين هي غادي تزول لك الشعر الزائد البومادات اللي كيتبعوا في 20 و 25 در مغربية هما اللي في 5 دقائق يزولوا الشعر الزائد اما هادي كتبغي الوقت شوية حتى تنشوف على خاطر خاطرها عاد من بعد كتبدي تفركيها بهالطريقة هادي والشعر كيبدأ يطير لك من الجو دوره ما كتحسيش به نهائيا غير فركي والشعر كله غيبدا يطير لك فانتمنى البنات تكون الفكرة واضحة هي ممكن تخدميها بطريقة تانية بعد ما كتبقي الوصفة كتخليها غير واحد شوية ماشي تنشفقها كتاخدي الورق دي لإزالة الشعر الزائد اللي كيتبع في يعني عند الناس مخصصي في بيع مواد التجميل وكتوضعي ديك اللسقة وكتزولي بها الشعر الزائد في حاله في حال لاسيق ولكن هالطريقة ما كنصحش بهذا كشي علش ما بويتش قعم بغتاجها معاكم انا عارفة بزاة الناس يقولوا لي بغينها ولكن مو يمنشاركتها غير شفويا هي كتبقى مسألة اختيارية على حسب لابو ديالك وش كتتحمل لانو انا شخصيا كتجيني لابو كتتحمار لي وكتدلي حساسية وكتزرق لي رجلية ولابو ديالي كاملة صرحة لدرسها مويما غير شاركت معاكم الناس اللي كايز ما كتدليهم تشي مشكل ممكن يديروها ولكن الناس اللي كتسبب لي مشاكل يطبقوها بهذا الطريقة وغير يفركوها فالكيفاية غير في انك تفركيها في الاخر ديالا غسيت بعد ما تنشوف لكم بصحة ورحة بعد ما تنتهي ضروري ما ترتبي لكوغو ديالك لانو درنا الحامض والحامض كي نشوف شويا البشرة هاد الشيليكين هدي الوصفة كاملة مكمولا انتمنى عنانات اللي عجب ديالكم ونالترادة ديالكم ما تنسوناش من اللي لايك يماجيناكم بوصفة زوين الحمد لله اقتصادية وسهلة نبغيكم تفجروا الفيديو باللايكات اشتركوا في القناة فعلوا زي الجرس انتلقى معكم في فيديوهات ما جاء الى اللقاء